من أجل رفع الوعي المجتمعي لدى النساء نتحدث عن التحديات والصموبات نمي الوعي عند الناس الكير وعند الشكل الاستقلالية المادية لنساء حتى تحترم حقوق النساء تصان وتقدر هاي أنا ناميس عرنوس وهكون معاك في حلقة من أو صوت النساء والحلقة النهاردة مميزة لإني هتكلم عن موضوعين قريبين لقلبي وهم تمكين النساء وإزاي الستات تحقق التوازن ما بين الحياة العملية والحياة الشخصية وهيكون معايا ضفطين سارة عزيز فاوندر اوف سيف ودينا حشيش كونتين كرييتور وطبيب التقويم بس هبتدي بسارة هاي يا سارة وانا قوي بداية كده قوليلي ازاي بدأتي سيف وسيف تعمل ايه باختصار شديد في سيف كانت الفكرة ليه نستنى الناس تكبر وهي مش متعلمة عن التمكين وعارفة حدودها فين وازاي تبقى في أمان من التحرش الجنسي في أمان من التنمور بتعرف تعبر عن مشاعرها بتدون لجواها لا ما نستنىش دول يكبروا ويحصل لهم المشاكل دي تعالوا نبتدي من بدري فبنعمل ده للأطفال والمراهقين للسيدات والرجال وللأسر ومقدمين رعي بنعمل ايه احنا عندنا الميثودولوج اسمها بريفانشن بريفانشن هده هي الوقاية وفعلا الوقاية خيرهم من العلاج الوقاية انك بتتكلمي عن مواضيع حساسة قوي بس بطريقة صحة قوي ولذيذة قوي فالناس تقبلها وتبقى مرتاحة وهي بتتكلم عنها فبتكلمي عن التحرش الجنسي انك غالي وليك حدود بتتكلمي عن التنمور ان احنا محتاجين نبقى كايند لبعض بتتكلمي عن الصحة النفسية والمنتل والبينج والمنتل هالث انت تستاهل انك تبقى مرتاح ومتطمن وفي امان والشعرة الاتزان دي ما بين ده وما بين انك بتبقى ستراتشت وبتضغط وبتتعلم وبتكبر عشان ما بقاش انا قاعدة في بابل في الاخر يا تي يا بدري للناس فكاين يتعمل لهم رول بلاي لو اتعرضوا لها يتصرفوا ازاي فجانك من بدري بتأمنيهم حلوة قوي انا عايزة اخرج من سيف بقى شوية واتكلم عن صارة لان انت عارفة ان الحملة دي صوت النساء صح انا حابة ان انا اسمع صوتك اكتر ونتناقش بحاجات اكتر فخلينا نبتدي كده بواحد من اهم موضوعاتنا صارة لما بتحب تتمكن او تمكن ستات تانية بتعمل ايه باشتغل واشغلهم واتيح ليهم فرصة انه يبقوا قادرين يشتغلوا بظروفهم وده كان جيرني بالنسبة لي خدتها من بعد الكورونا انه ازاي فعلا الكورونا غيرت في المايندسات بتاعي انا بتاعنا كلنا انا بالنسبة لي كان وجود الناس في المكتب مهم ان احنا نبقى بننتراكت مع بعض ليه اسبكت فعلا مهم فعلا بعد الكوفيد والتيم هو اللي شجعني على ده ما كانتش حاجة طالعة مني خالص انه فكرة الworking from home فكرة ان احنا نبقى بنتحرك الدنيا بقت بتاكموديتاس كمامز مثلا اكتر دلوقتي فانا عنتي بنتي اربع شهور بتنسل معي بتروح معي الميتنجز بتروح معي ترينجز بتتحرك معي بقى فيه ثقافة تقبل كان الاول انه ايه ده لو الست شايلة بنتها وهي في ميتنج يعني ياخدوها بشكل ناجاتف بشكل سلبي انه لا هي مش مسيطرة على شغلها اكتر لكن دلوقتي انت شايف ان الثقافة دي اتغيرت وده هيقومي لسؤال تاني ايه الريسابي بتاعت سارة اللي تقولها لكل البنات وستات عشان توازن ما بين الحياة العملية والحياة الشخصية وهنا مش قصدي على الامهات بس الحياة العملية صعبة ومرهقة بس محتاجين يبقى لينا حياة اصلا فايه الريسابي بتاعتك انا متهيق لي ان احنا لو قدرنا ندور جوانا عن انا جيت ليه انا جاي الدنيا دي عشان يبقى لي بصمة سؤال الساعة 12 بالليل يبقى لي صوت صح بس عارفة لو بحثنا عنه ولقناه وخلصة حياتنا واحنا بنعمله ما ظنش ان في حاجة اغلى من كده انك سبتي صوت سبتي وصمة سبتي حاجة بتقول انك عملتي فرق وسبتي امل للستات التانية ولرجالة التانية طب انت عارفت نعملي البالنس ده بمنتغ الصراح البالنس بتاع الشغل والبيت شغل والحياة تحدي يومي تحدي يومي طب احنا محتاجين ايه كنساء لان دي بتواجه نساء في المنطقة العربية مش بس في مصر كان نساء في المنطقة العربية احنا محتاجين ايه علشان نحقق التوازن ده واحد حاولي تبقى عندك رولز كده بتحكمك يعني مثلا عارفة انك قادرت تتكلمي عن اللي في شغلك في شغلك وقدرت تتكلمي في البيت في البيت وبنتي هي اللي بتساعدني على حاجة زي كده تقول يومي خلاص احنا مش نتكلم عن الشغل دلوقتي فدي حاجة من الحاجات اللي بتفرق حاجة من الحاجات التانية اللي بتفرق فكرة ان انا معاملة لنفسي support system فورا مثلا بشتغل انا عارفة ان انا عندي support system في الشغل وانا في البيت انا عارفة ان انا عندي support system في البيت لو انا ببقى في وقت دعا ادي نفسي ان انا في وقت دعا support system مهم قوي واحنا اللي بنختاره واحنا اللي بن create support system بتاعنا اوكي محتاجة تردتي وبنتي بتاعيط وشكلها نحن تحتاجوا يطلعوها فغالباً هصور بيها مش عارفة عامل كده ازاي واحنا بنتكلم عن التوازن من الحياة الشخصية والحياة العملية بنت سارة اللي عندها اربع شهور عياطت ومحتاجة سارة فغالباً ممكن نكمل الحلقة وسارة معاها بنتها علشان احنا بنحاول نوجد حلول الحلول دي بصراحة فخلونا نشوف هلو هاي انا بدأت احب الحلقة دي اكتر ايوه صح لانه بجد فعايز ما احنا بنتكلم انت نزلتي وجبتي هانا انا هنشغل بهانا وهنسك كلام بس عشان سارة عندها بنوتة تانية في المدرسة لازم تجيبها ايوه مش عايزين ناخرها فانت احنا كنا بنتكلم على خلق التوازن ده ان هي هيا تحدي كل يوم هو تحدي كل يوم وانا بتهيق لي انه لما بتبقي لما كنت بكلما هي فكرة او وجود ناس مصدقة في اللي انت بتعمليه وبتتحديكي تعمليه صح فبتتحديكي تعمليه الى حد ما صح فبتبقي انا بقى اقومن مثلا بفكرة المنتر او فكرة الكوتش ده غير الكانسلر يعني بحس انه حد شايف معي الصورة حد مساعدني اعيشها بشكل صح مظبوط حد بيتحداني اللي اقوله عمله انتي على طول عندك منتر يا صورة انا عندي طب لما نكلم عن من اكتر حد داعم او داعم لكي انا بصراحة ان عندي كذا حد وفي الحتة دي دايما بشير لابويا لانه ودايما بحكي الكصص دي في كثيرا وفي كثيرا حتى لما يجي مثلا كنت اقوله انا مقدم على مشروع لو كسبته فيقول لي لا لما تكسبيه هتعمل ايه من وانا صغيرة عندي كصة طبعا مشهورة وبحبها اوي لي علاقة ان انا اشتغلت وانا في تاني عدد دي ببيع جرايب لاني كنت زي انا في الصيف وعايز اعمل حاجة مختلفة وكان هو اللي بشجعني على حاجة زي دي فمتهيق لي وجود وجود سابورت انا مامتي انا مامتي هي اللي بتقعد بقى لما بقى عندي حاجة مش هتمفعة تيجي معايا بتقعد بيها انا جوزي فياري سابورتف لانه دي استاد طول وقت بدور على الدعم وانتي عارفة طبعا وانا عارفة انه في كتير من الصور انه ما طالب ترمي كل حاجة على ستات وده مش حقيقي ده مش هينشق مجتمع امن مش هينشق مجتمع سعيد ولا اسر سعيدة صورة شايفة ازاي الستات تدعم الستات تدحك امر ما شاء الله انا عايز اقولك بس ان انا اكتر ناس ازيتني كتا الستات مش الرجالة وكانت عشان ستات علشان بشوف ده شوية صور نمطية يمكن يعني فاهمة قصدي فاهمك انه الناس اللي بتقزي هي بتقزي عشان هما بشر مؤذين بشكل عام ودايما بيتصدر صور نمطية ان ما بيقزيش الست غير الست وان عدو المرأة هو المرأة وانا ضد ده تماما هو عدو المرأة الجهل والعقلية الزكورية حتى بستات والتربية 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 فبالنسبة لي بس بالرغم ان معظم الناس لقزيتك ستات لسه مقتنعة انه النساء للنساء دافنتلي طبعا اهو واحدة من اجزامبل بزبط وعايز اقولك مش دي اللانجوج بتاعتي انا بس مثل اقول تذكوره بالمرة لا انا كمان شايفة مهم ان احنا برضو مش بندفن راسنا في الرامل لا خالص احنا متاجين نتكلم بشكل واضح وكأننا ممكن نصغر بطريقة انه ممكن تتأذي من الرجالة وممكن تتأذي من الستات بس انك تبقي بستات وبرجالة دافنتلي الرجالة في الحتة اللي علاقة بالذكورية وذكورة والحتة دي بس طبعا الستات الاراوند مي انا المكتب 99% منه ستات ومصدقين في بعض وبوشن بعض فورويد والناس بتصدق في الفيشن وبتتحرك وبتعمل حاجة مختلفة وشغلة ليه النهار ومصدقة ان احنا بننور النور زي ما ست من تورا في تدريب من التدريبات قالت نينا كده لانتوا دخلتوا علينا نورتوا النور في قوضة ظلمة احنا كنا عايشين فيها لان الوعي لما بيوصل بيفرق الوعي مهم جدا بس محتاجين شغل على الوعي على الستات وعلى الرجالة على البنات وعلى الولاد لانه احنا عايشين في مجتمع واحد عايزين نمكن استيتات بس وفي الاخر ونعيش لوحدها احنا مش هنانيش لوحدنا بالظبط عشان يبقى مجتمع لطيف لهنون الامر ما شاء الله انا مش عايزة اخارك عن كده بس عايزة اختم معيكي برسالة تحب توجهيها للنساء في المنطقة العربية بالذات فيما يتعلق بجزء اللي علاقة بتمكننا كنساء والجزء اللي علاقة بخلق التوازن ما بين حياتنا العملية وحياتنا الشخصية اول رسالة انتي ما جتيش صدفة ودفنت لي عندك حلم تقدرية عشية قد كده قد كده الحجم بتاعه ما تخليش الكون او المجتمع يحكمك بحجمه لانه ما فيش حاجة كبيرة وحاجة صغيرة هي لو هو ده حلمك انتي لو ده الباشن بتاعك انتي اعمليه لانه كبير او اليك الحاجة التانية اختاري الناس اللي تبقى حواليهم فاختاري علاقاتك اختاريها تتجوزي مين هتصح بي مين هتخرجي مع مين هتشتغلي مع مين اختاري كوميونيتي يبقى بيبوشيو فورويد وبيساعدك مش بيشدك لتحت دافنت لي بيساعدك بيتحداكي بيواجهك بمشاكلك بيحطك قدام نفسك بيقولك عملتي كذا وعملتي كذا وده الحتة اللي بقولك عليها من منتشب او الفكرة توجود حد بيدعمك في الحتة دي بس كمان ناس تقولك هتوصلي هتعمليها احنا معاكي احنا معاكي احنا مكملين احنا هنساعدك في الحتة دي فاختاري بتسيروند يورسلف بمين الحاجة اللي ليه علاقة بالبالنس صعبة صعبة تحدي ويه قولي لنفسك انا باختاره كل يوم انا هو باختاره كل يوم هعرف اعمل ده مش هعرف بس جزء اللي انت لسه قيله اختاري مين الدايرة اللي حواليكي هاي دي اللي هتساعدك اختاري ان يبقى معاكي شريك حقيقي اختاري يبقى معاكي ناس دعمة ده اللي هيفرق لانه مش صح ابدا ان انت المسؤولة الوحيدة على التوازن ده لو انت ام وعندك اطفال انت وجوزك انت شركة مفيش حد عليه المسؤولية كاملة انا بس عايز ااكد على دي وده اللي بيحصل معي انا النهار ده رايحة بس اجيب بالبنت التانية عشان عنده حاجة لكن هو العادي هو اللي بيجيبها هو اللي بيساعد في الحتة دي ففكرة ان احنا تسين are you enjoying your life this way يعني انت بتحب حياتك بالشكل ده مستمتعة بيها بالشكل ده بتحدي كل يوم او او لانه عندي ايام دعون وعيات بتعملي فيها ايه ايه مكان الراحة بالنسبالك اكلة شوپنج اغنية مسلسل التلاتة اربعة شوپنج واكلة recently recently مكنش كده خالص يا نميس ايه الاكلة بقى اللي بتحس فيها اللي هو انا هدفن احزاني فيك دلوقت بحب الباستا جدا بحب الباستا جدا وما كدش كده على فكرة ما كدش اركز في اكلة اوكي خالص الشوپنج ريسنت اللي فياني معايا جدا ما كدش كده برضو اول ما اتجوزتي حرام هو على فكرة انتي مكنش كده انتي مكنش كده زمان موفي موفي لذيذ حتى لو دوكيمنتري لطيف بالليل مع كوباية شاي بلبن يعني مفيش احلى من كده في الدنيا فكرة العيال نامت فكرة العيال نامت امو دي خيلة كل المادرز دا بالنسبة لهم انه دا العيال نامت فناخد وقت شوية فكرة فكرة ميري حسيت بيا حسيت العيال نامت هعمل ايه وتبقى في دي بيت حتى لو انتي مرهقة انا على اخري لازم هلأ ايه وقت النفس نفس يا نام بس لا هعود شوية صارح انا مبسوطة قوي بدردشتنا مبسوطة انت شاركتي معايا في صوت النساء بجد لانه حكي القصص ده مي اون باشن بقى بجد اللي انا بعمله فتانكيو مش عايزة اخرك على بنتك من المدرسة ولا هنون فتانكيو انت كنت معنا مرسي قوي ناميس بجد احنا خلصنا كلام مع سارة ومع هنة اللي انضمت لنا مؤخرا الامر ما شاء الله عليها لكن كلامنا عن تمكين الستات وعن خلق التوازن ما بين الحياة العملية والحياة الشخصية لسه مخلصش فهكمل كلامي دلوقتي مع دينا حشيش دينا طبيب التقويم صانعة محتوى رئيس التحرير قسم الانجلش في راحة بالي واعتقد حاجات تانية كتير بس نعرفها من دينا احسن هيا دينا اينا بيس انا بستويني معاكم نارده وانا كمان جدا وحسن احنا عايزين نتكلم في حاجات كتير اه انا عايزة اتكلم عايزة حكري كتير دينا عندي سؤال انتي لسه بتمرسي مهنتك طبيبه لا خالص من طبيبه لصانعة محتوى احكي لي الشفت دا جي ازاي الشفت بدأ من وانا صغيرة خالص من قبل ما ادخل الجامعة انا بابايا اصلا جراح فمن وانا صغيرة انا كنت بيجهزوني ان انا هبقى زيه ادخل معايا العيادة اعمل انترنشيب في مستشفى ادخل معايا عمليات وبعدين للأسف في سنوية عامة جبت مجموع كبير وبقول للأسف عشان دي كانت بداية المأساة دا اللي دبسني بالظبط عادت اقول ازاي هدخل اعلام انا بقى كان الجول بالنسبالي عارفة كان فيه برنامج كده زمان في الناينتيز اسمه خلف الاسوار عارفة ايوة الموزيح انا كان يسبقى زي الموزيح زيدي الجولز دي كانت بالنسبالي هو ده اللي انا عايزة اعمله يا كده يا اكتب تمثليات يعني هو ده كان الفيجن بتاعتي ايه لحظة القرار اللحظة اللي اخذتي فيها القرار لا خلاص انا عندي ديبريشن انا ابتديت بقى قرارت ان انا ادور اونلاين اشوف مين ممكن اشتغل معي ما كنتش عارفة ازاي هنقل ابتديت الاول عملت بلوغ بقى كان ساعتها بقى السوشيال ميديا لسه ابتديت بقى عارفة ميدياكي سبيس ان انتي تبقي كريايتف عليه بدأت عملت بلوغ عن الكتب اقرأ كتب انا اكتبها اقرأ كتير قوي زمان واكتب ريفيوز واشترو ده واجيبوا ده لسبب ما البلوغ عمل حالو فابتديت اقدم على اماكن اكتب فيها طبعا انا ام عندي حاجة وثلاثين سنة دكتورة سنين فكل الناس بتقول لا شوية بشوية لقيت حد ردي يشغلني هما عجبهم كل الناس بتقول لا عشان ام وعشان عندك حاجة وثلاثين سنة وعشان دكتورة سنين وعايز تعملي كارير شاف لا هو ما فيش اي سي في او اي هستري خليهم ياخدوني وبعدين لقيت مكان يدفع اشتغل فيه ازا فريلانس فوافقه اوكي وساعتها ابتدى الكونتون بتاعي يعمل حلوة انلاين وابتدى يبقى عندي بيز من الريدرز حاجة غريبة جدة انا كنتش بصراحة مدخلة انا حاجة زي كده هتحصل فالناس دي ابتدوا يحبوني يكتب لهم اكتر بس ومن هنا ابتديت انا الحمد لله من ساعتنا انتغرقت وانا بشتغل مانلي مع ستات حتى دلوقتي احنا شركتنا 90% منها ستات انا كمان لا انا بحب كده وانا بحب شغل ستات انا بحبهم جده تعالين اتكلم بقى لحاجة مهمة قوي على الناس تقول شغل مع ستات ده صعب جدا الستات بتنفسن على بعض الستات ما بتدعمش بعض وده هيخدني لحاجة مهمة قوي انا مؤمنة جدا ان النساء للنساء واحنا بندعم بعض وانا مؤمنة ان اه في ستات ما بتدعمش بس مش عشان هي ستات وعشان نحط ستريو طايب وليبل بس عشان في ناس مش كويسة فانت شايفة ده ازاي من تجربتك في شغل 90% منه ستات وشايفة فكرة النساء للنساء ازاي لا اهو الشغل مع الستات فن انا بحبه يعني ده مخفيف وبعدين بي فيه حد يسمعك انساء بتبقى يروح الشغلة عايزة تتكلمي مش ترغي يعني عارفة ودائما بتحس ان فيه support احنا كلنا عايشين نفس الexperience كلنا عندنا نفس مشاعر فطبعا انت حاس بيونيتي كده غير طبيعية support system من نوع تاني لأ والشغل مع الرجالة برضو لزيز في الجامعة ودكاترة معايا كانوا لزيز قوي بس لما بتبقوا كلكو equals لا يعني الستات الشغل معها بيبقى ألطف لان الرجالة by default انا ساعات بحس ان هما بيحاولوا يعني لو انت مش شغالة مش عارفة أقولها ازاي بقى من غير ما تطلقى غلط في البرنيمج اوكي هيطعو اه اقطع بقى الكلام يعني بيحاولوا يثبتوا نفسهم أكتر او بيحاولوا ياخدوا تجيبقى superior انه مش بيتحمل فكرة ان الست هي superior أكتر صح ده حاسة حاسة كده شوي بس ده بيتقال عن الستات غاية يعني خلينا نتسبنا من حتة الرجالة بس دايما الستيريوتايبس او الصغلة النمطية عن الستات ان هي مش عارفة انت الستيريوتايب بتاعها دو المرأة هو المرأة اي مش متمكنة مش بيتمالتي تاسك هرموناتها سيئيها اه طبعا الستيريوتايبس دي كلها دي كلها بس من تجربتك مع ستات وانا كمان شغلي كله مع ستات انا شايفا ده مش حقي انا اكتر حاجات دعمتني وطلعتني وانجحت فيها لانه كان في مجموعة من ستات اللي بيشتغل معهم دعمين جدا في رجال في رجال هاشتغل تماما كانوا دعمين بس في ستات تانية على فكرة انا لاحظت ان الستات بيشتغلوا اكتر بكتير يعني هم الباور بتاعهم في الشغل غير طبيعي وتلاقيها عندها بتجري لبيتها عشان عندها امتحانات وعندها يعني بطريقة غير طبيعية كصانات محتوى بقى سيبينها من طبيب الدق تقويم خليل نركز بقى كصانات محتوى ورئيس تحريل بتقدمي كونتنت وانتي رئيس تحريل قسم الانجلش راح تبالي راح تبالي بيكلم الامهات وكذا شايفة الكنتنت اللي انتي بتقدمي او بتشريفي عليه او بتشتغلي عليه اي ان كان شايفة بيساعد في تمكين النساء ازاي انا في البلاتفورم بتاعي انا الكنتنت بحب ويبقى حقيقي ببعت خالص انا شايفة ان اسوأ حاجة في السوشيال ميديا هي ان انا افتح الانستجرام الاقي كل حاجة خروجات شكل سفريات انا مش هيشوف ده فبالتالي بقيت لما بعمل الكنتنت انا مركزة قوي انه يبقى حقيقي يعني انتو حاسين بكذا انا كمان حاسة به انت سين وهيرد وانا زيك بالزبط فالحمد لله it's doing well يعني فانت بتحس ان انت اللي ما بتعبري عن الحاجات على الاقل اللي انت حساها فبتلاقي ان فيه ستات تانية حاسة بنفس الحاجات دي ما بتحاوليش تتصنعي المثال مش بتصنع ولا بشجعها لان ده مش في الحقيقة ده مش موجود فبحاول ابعد خالص عن اي حاجة ممكن تعمل سترس على الست عايزة تبقى لذيذة بالنسبة له انا متفقة معاكي جدا في حاجات كتير بقى من اولها شكل حيعمل ازاي لحد بنحط فلترز عاملة ازاي وشكلنا عاملة ازاي وشكل اكسامنا وطبعا بيخلق سترس بذات على الاصغر على البنات الصغيرة بيعمل لهم السترس كتير طيب كأم وكحد في شغلك والكرياتف اندوستري عم بطن شغلها مش سهل في كنت تشتغلي صانعات محتوى او كده بتخلق التوازن ده ازاي انت عارفة طبعا نموظم الستات اللي بتشتغل عندها مشكلة في الوطن العربي مش بس في مصر عندها مشكلة في خلق التوازن ده تحدي كبير بالنسبة لها الريسبي الطبخة الخلطة بتعدينا لخلق التوازن دي عامل ازاي لازم الريسبي تبقى عارفة فيها ان انت you can't have it all مش هينفع تأخذي كل حاجة يعني انا يريت وانا صغيرة كان حد قالي كده كنت بقيت اهدب كتير مع الوقت اكتشفت ان انا لازم يعني انا لما بدخل اونلاين الاقي ست شغل نكحة واضح انها الانكم بتاعها كبير يعني هاي دي انا عايزة بقى زيها انا مش شايفة behind the scenes بيحصل ايه لا behind the scenes في واحدة جاية على نفسها قوي مضحية في تضحيات كتير قوي بتحصل انت ما تبقيش شايفها جاية على حساب العيلة على حساب حياتها الاجتماعية كل ده لازم انت تبقى عرفاية عشان تبقى جاهزة وانت دخل كرير تعرفي تزبطي يعني ما احطش حياتي كلها في الكرير وانسى حياتي او احط حياتي كلها في social life وال family life وانا عندي كرير اهمله حاولي ازاي بقى وهل لازم يا دينا يعني خلينا نتكلم بصراحة هل لازم ان الست هي اللي تضحي في المعادلة دي لا طبعا لا بس انت لازم يبقى معاك partner فاهم انت عايزة ايه يعني ما ينفاش تتجاوزي يعني لو انت a working woman امرأة عاملة ما ينفاش تتجاوزي واحد مش بيحب الشغل او مش مقتنع ان الستة تشتغل هيحصل مشاكل لازم تختاري support system بتاعك اولا لازم يبقى حواليك support system فعلا هيشيلك لازم تلاقي الشغل اللي هيسندك ما ينفاش تبقى انت يقوم وعارفة ان انت هيحصل مواقف غزبا عنك وتروح تشتغلي في مكان انت عارفة انهم لو قلت لهم ابني سخن ولازم امشي هتبقى كارسة يرفضوك فانت لازم تبقي selective قوي في الاماكن البزب بعد ما بتبقى عندك عيلة لازم تختاري انت راحه فين هتبقي هتموتي مثلا وانا مثلا في برنامج مثلا كنت هموت واشتغل فيه خلاص انا عارفة انهم بيروحوا اتنين بالليل مستحيل خلاص فهتضطري الضحي وتختاري كافر معي ستول وقت تحاولي تختاري ده على ده مرهق الموضوع اه طبعا لانتي بيبقى في حاجات انتي عايزاها وعارفة انك هتبقي كويسة قوي فيها وبتلاقي نفسك بسبب ظروف براكي ابنك محتاجك عيلتك محتاجاك بتلاقي نفسك مضطرة الضحي وانتي مش عايزة كلنا مش عايزين بس بتضطري فيا اما بالضحي بالفرصة الشغل اما بالضحي بقوالتي طايم الموضوع غلس ان انتي تلاقي بالانس صعب ولازم يبقى عندك support system لو ما فيش حد شايلك مين support system بتادينا عيلتي بس يعني ساعت ساعت بعمل مش دايما بياخدوا الولاد انا عايزا بياخدوا الولاد عشان اعرف بس هل انتي شايفة انه التوازن ده بس في حياة الام العاملة ولا الست بشكل عام يعني انا مثلا ام نوتا مادر انا مش ام ما عنديش ولاد بس بلاقي صعوبة جدا ان انا احقق التوازن بحياة الشخصية social life بتاعتي عماتا وشغلي شغلي وايخد وقت كتير ايه انا طبعا متفهما ان الام هيبقى عندها مسئوليات اكبر وتحقي التوازن صعب بس بساعات بحس ان احنا كستات تقولي لي متفقة معي ولا لا بس بحس ان احنا محتاجين نعمل مجهودات مضاعفة في اوقات كتير لمجرد ان احنا ناخد حاجة قد كده بس نعمل مجهودات مضاعفة بتحسي ده ولا لا اه طبعا وفي الميديا كمان انا انا اشتغلت في حتة كتيرة ما حدش اصلا انا عايز اسمعك وانتي قعدة بتتكلمي يعني الميديا اه اه هقول ايه بالذات في المانجمنت يعني شوية مسيطر عليها التفكير والكرياتيف بذات والكرياتيف الرجالة لما تبقى قعدة في ورشة فيها كلها رجالة وانتي بنتة الوحيدة بتبقى غلصة يعني صوتك مش مسموعة لازم تعلي صوتك وتبقي وتصممي على اللي انتي عايزة تعمليه يعني ده بصراحة عامري اشفته في طب تصدقي بقى معي ان طب يعني الناس مثلا العينين ممكن يقولولك احنا بنحب الدكتور الراجل انا عامري ما حسيت ده في طب لكن في ميديا حسيت بيه طب دينا شايفة عن وجهة نظرك ايه التحدي اللي بتشترك فيه معظم النساء في المنطقة العربية طبعا المساواة بين الرجل والست في كل حاجة في الفرص في الشغل في المرتبات القوانين اللي ممكن الست مثلا يعني تبقى عايزة مثلا بتنفصل عن جزها وترجع على وراء بسبب ان هي اكتشفت ان فيه قانون معين ممكن ما يحميهاش او يبقى مش في صالحها فتبدأ تاخد قرارات غلط لا يعني الدنيا دي كلها لازم تتزبط فهمها الست اللي بتقول لا انها مش عايزة تتجوز واحد يروح قتلها انا التحدي من بتاعي دلوقتي هو ان انا اعرف ابقى اعمل بيك الشغل اخلص كل حاجة انا عايزة اعمله وفي نفس الوقت ما يجيش على حياتي ده struggle بالنسبالي من اول يوم ابتديت فيه شغل ده مش سهل ده عايز ان انت تبقى على طول مركزة فيه وما تسبيش نفسك رايحة في اتجاه ناحية واحدة بس لازم على طول تبقى مركزة ان انت هتعملي balance ده صعب بالنسبالي جدا كاوم اولا فدلوقتي انا بحارب يعني بحاول امشي اسرع بكتير قوي من اي حد تاني في سني عشان اوصل لحاجة عارفة اللي هو الاساسي يعني بس البيز فده تحدي بالنسبالي طيب مستمتعة بالرحلة جدا بكل تفاصيلها اه بس تعبت شوية خلص كبرت انا متقوليش كده كبرت مش قادرة سبوني في حالة انا نم شوية بس وارجع طب خلينا نرجع بقى لانه غصب عنك بقيتي content creator وغصب عنك بقيتي influencer بتأثري في مجموعة الناس اللي بتتبعك شايفة دور content creators والinfluencers ايه في دعم تمكين النساء دلوقتي بقى في بلاتفورمز خطيرة انلاين محسسة الست انها لا وقع في مشكلة هيلاقوا حد يقف معها ويروحوا يكلموا يعني انت مش محتاجة مبدئيا صوتك يعلى قوي علشان الناس تسمعك انت هتدخلي على بلاتفورم بتاعك هتقولي انا عندي مشكلة واحد نين ثلاثة خلاص الناس بالعافية سماتك وهتلاقي ناس كتير جيالك بتسابورتيو وحس بيك ومشكلة زيك وفي برضو كمان حاجة هايلة الفيسبوك community groups دي انا شايفة انها رائعة لان الناس كلها اونلاين مع بعض تلاقي مثلا community كاملة للتكفل بالاطفال community كاملة للامهات المطلقات فانت دلوقتي بقى عندك عالم انت عندك ممكن تدخلي البابل اللي تلاقي فيها الناس اللي تسندك وتحس بيك ويدوك حلول لمشاكلك ده ما كانش موجود زمان ده دي احلى حاجة في الانترنت دلوقتي فبشكل عام لكن كصناع محتوى شايفة ليهم هل لازم يبقى ليهم زي رسالة محددة يدعموا بيها ستات التوعية يعلموا وعن الفكرة ده بقى موجود كتير قوي دلوقتي اونلاين زي احكي زي speak up يعني دلوقتي خلاص احنا كلنا عارفين شايفة ده بيأثر فعلا بتشوفي التأثير ده في المجتمع حواليك انه تفكير الناس تغير شوية فيما يتعلق بالصور المناطية اللي يعلى بستات او كده اه طبعا هو بين في الجنريشن الصغيرة وهم بيكلموا لا بيكلموا غيرنا خالص لا موضوع موضوع او يعني البنات الصغيرة لسه في المدرسة وبيتكلموا في مواضيع كبيرة لا موضوع وبعدين self love وال self respect متغير خالص عن زمان بس ده حلو ده رائع صح ده رائع صح دينا نصحتك ايه للبنات اللي لسه في أول عشرنات fresh grad او لسه في الجامعة وبالنسبة لكريرهم بشكل عام او تحقيق التوازن اللي خايفين يركزوا في الكرير فيينسوا حياتهم الشخصية ركزوا حياتهم الشخصية فيينسوا مستقبلهم نصيحة عامة لهم ينجزوا ينجزوا ما يأخروش وما يضيعوش وقت لان مع الوقت هيجي مفاجآتهم ما كانوش عاملين حسابهم هتأخرهم جامد طول ما هم شباب وصغيرين ينطلقوا وينطهم الشغل ده لده لده ما يعودوش لازم يشوفوا بتاعهم فين بيشوفوا بيحبوا ايه ممكن هي تبدأ مثلا واحدة بتكتب بعد شوية تلاقي نفسها واحدة بتصور يعني ما تخفيش تخذي رزق وانتي صغيرة عشان ده الوقت البرفكت ان انتي الازل اللي هيحصل او التأخر اللي هيحصل بصلاح حاجة زي كده ولاي القوي انجزي بسرعة وانتي صغيرة اوكي طيب عايزيكي في النهاية تقولي رسالة منك للنساء في المنطقة العربية بشكل عام اقول لهم يحبوا نفسهم ما يخلوش حد يغير نظرتهم في نفسهم وانتي صغيرة بتبقي باسقة في نفسك خليكي نفسك بني ادم ده ما تخليش الدنيا تيجي عليكي قوي مهما حد قالك ما تسمعيش وصدقي نفسك دينا انا تبسطت قوي بالدردشة معيك وانتي كنت معي النهاردة في حملة صوت النساء في حلقة من الحلقات اللذيذة اللطيفة زيك كده النهاردة فتانكي وجد ان كنت معي تانكي ولاي نميسة انا بسطت قوي وانحاول نخلق طريقي ساعة ستات كتير في كل المنطقة ان هما مش محتاجين يكونوا سوبر هيروز لوحدهم محتاجين شرقاء داعمين وحياة صحية يقدروا يحققوا فيها نفسهم وينجحوا اكتر كمان تقدروا تعرفوا اكتر عن برامج الاتحاد الاوروبي لدعم وتمكين المرأة من الروابط اللي هتظهر على الشاشة فرصة سعيدة اشتركوا في القناة